السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيوك يا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا في احسن صحة واحسن حياة النهاردة معي فيديو جديد وخبر جديد وزي ما متعودين همصلى على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله الفيديو اللي معنا النهاردة هو صلاة الجنازة على المرحوم الكاتب والسيناريست مصطفى محرم رحل عن عالمنا منذ قليل الكاتب الكبير مصطفى محرم بعد ازمة صحة طبعا زي ما انتو شايفين دي كانت صلاة الجنازة على الكاتب الكبير مصطفى محرم كانت في السيدة نفيسة ودعنا كاتب رائع منذ قليل ورحل عن عالمنا ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مسواه الجنة مصطفى محرم واحد من اهم الكتاب في مصر ليه تاريخ كبير اوي في السينما والدراما واستطاع ان يترك بصمة كبيرة جدا في قلوب كل المتابعين بتوعه ربنا يرحمه ويغفر له وندعيله كلنا ربنا يثبته ساعة السؤال ويجعل مسواه الجنة ودعا الكاتب الكبير مصطفى محرم ربنا يغفر له ويسامحه ويجعل مسواه الجنة ودي كانت صلاة الجنازة عليه وتشيع الجسمان بتاعه من السيدة نفيسة ربنا يرحمه ويغفر له لو وصلتوا معي لحد هنا ما تنسوش تحطولي لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد طبعا كلنا عارفين ان مصطفى محرم له اعمال فنية كتيرة جدا وابرزها واشهرها لان اعيش في جلباب ابي وعائلة الحج متولي والبطنية وزهرة وازواجها الخمسة والعطار والسبع بنات ومشوار امرأة وراية وسكينة والراقصة والطبال وحتى ليطير الدخان والهروب ورد قلبي ووكالة البلح طبعا لقى اعمال فنية كبيرة جدا ومعظم الفنانين صراحة زعلوا على رحيله وتأثروا على رحيله من ضمنهم كانت الفنانة عبلة كامل اللي قالت رحل الاب الروحي وصاحب اول عمل واول بطولة ليا وطبعا الفنانة نبيل عبيد اللي قالت وكتبت على صفحتها رحل صديق ضربي ورفيقي سافتقدك كثيرا الفترة القادمة اعمالك العظيمة وتفكيرك الرائع وافكارك المنيرة ربنا يرحمك ويجعل مسواك الجنة ويصبر اهلك على فرائك ربنا يرحمه طبعا من هنا كلنا بنقدم خالص التعازي لأسرة الفقيد وأسرة المرحوم الكاتب مصطفى محرم ربنا يرحمه ويجعل مسواك الجنة يا ريتي حبيبي ما تنسوش تحطولي لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان كل منازل خبر جديد يوصلكو اترككم في رعاية الله وامانه لحد ما شوفكم في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة